زيارة لم تغير من الواقع شيئا هذا ما خلصت إليه زيارة وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ستيفن أوبراين إلى اليمن فالزيارة التي يفترض أنها أتت لتلمس الوضع الإنساني في محافظة تعز المنكوبة لم يكتب لها النجاح بعد منع الميليشيا المسؤولة الأممية من زيارة المحافظة وخلافا للمرات السابقة التي زار المسؤول الأممي فيها اليمن كانت محافظة عدن أولى محطات هذه الجولة حين التقى بالرئيس هادي وحكومته ووعد بأن يتم فتح مكاتب لمنظمة الأمم المتحدة في العاصمة المؤقتة الحكومة بدورها أكدت استعدادها تقديم كافة التسهيلات للمنظمة الإنسانية في إيصال المساعدات إلى كل مناطق البلاد دون استثناء جولة أوبراين انتهت بلقاء وفد الميليشيا في صرعاء وهو نفس الوفد الذي منعه من دخول تعز حيث أكد المسؤول الأممي خلال مغادرته اليمن بأن مهمته هي التركيز على الجانب الإنساني والعمل على توفير الاحتياجات الضرورية للسكان وحمايتهم أوبراين شدد في ختام زيارته على ضرورة حجد الجهود لتوفير مصادر دعم للمتضررين والعمل على إيصال المساعدات لنحو 18 مليون شخص بينهم 7 ملايين مهددون بخطر المجاعة